بعد أن استأجرت سفينة لحلحلة المفاوضات الخاصة باتفاق إعادة الانتشار في مدينة وميناء الحديدة تعتزم الأمم المتحدة تستأجر سفينة أكبر وأوسع هذه المرة لتكون مقرا لإقامة 75 مراقبا أمميا برئاسة رئيس البعثة الجديد الدنماركي لوليسجارد مكتب المبعوث الأممي جريفت يقول إن الجنرال لوليسجارد سيواصل المباحثات من حيث توقفت إلا أنها عمليا لم تحقق أي تقدم على الأرض لا يزال الحوثيون متمسكين بتفسيرهم الخاص لمضمون اتفاق إعادة الانتشار على العكس من الفريق الحكومي الذي يبدي مرونة قال إنها استجابة لتوجيهة رئاسية لإثبات حسن نوايا شرعية تجاه جهود الأمم المتحدة نحو السلام في الاتجاه الموازي بشأن ملف تبادل الأسرى والمختطفين لا تزال المباحثات تراوح في المربع الأول خصوصا بعد تصريح الوفد الحوثي بتجزئة ملف التبادل وأنه قد يحتاج إلى شهور قادمة للانتهاء منه التطور الوحيد في هذا الملف هو ما جرى في مسألة التدقيق الإحصاء عن الأسرى والمختطفين إذ اعترف الطرف الحوثي بأنه متأكد من وجود 1300 أسير لدى الشرعية من بين 7000 كان يطالب بهم بينما أفاد فريق الشرعية بتأكده من وجود 2600 مختطف وأسير في زيون الحوثيين من بين قائمة 9000 أسير ومختطف ومخفي قسرا نتج عن ذلك نشوء ما أطلق عليها لجنة الجثامين لبحث مصير مجهولي المصير وإمكانية ترتيب تبادل الجثث عبر الصليب الأحمر ردح متبادل بين الطرفين ودوران مستمر في نفس المربع نتجت عنه قناعة لدى بعض المراقبين أن ما يجري فصل من مسلسل إطالة الصراع في اليمن غير أنه بإشراف دولي يتجاوز سيطرة التحالف